نسمعه في انصيحة ليك التسرع خطير هو في ثقافتنا وموروثنا في العجلة الندامة وفي توجيه الفكر لراجل لديركسون الإسفري حتى عند ديكارك الفيلسوف الفرنسي أبل حداثة أن التسرع مصدر الخطأ إذا فم شيء فيه تناقض ما بين الإعلام والسياسة هو التسرع الإعلام يجري لتسجيل سبق صحفي السكوب وإلا الباز السياسة العكس في السياسة إذا تعرف تسكت وقت لي يجب أن تسكت فم أوقات يجب أن تسكت فم أوقات تتمارث على أساس أنو وعكة صحية تغيب لأنو فم موجة في الراجل العام ما تقابلش حسابات الدولة وإلا حسابات الموقف السياسي الصائب لكن التسرع قاتل في السياسة ما تقابلش حسابات الدولة ما تقابلش حسابات الدولة المواقف رهي تموقع المواقف يعني تحالفات المواقف يعني علاقات المواقف يعني انتقال من مصلحة إلى مصلحة إذا ناخذ مواقف بطريقة عفوية اعتباطية ونعرفوه شنية تابعاتها من بعد نخلص الفاتورة المشكل أنوك الأغلبية اللي نعرفوها واللي تكون الطالب مواقف قصوية تتقلب علينا الأغلبية نفسها ديك اللي كانت في حالة هستيرية وهي جان من بعد ولا نكيفاش خاطر رد بالنار دي مرة يلعامي حب إي لبقر إي لارجان دي بقر حبو ياسر مبدئياته من حبو زادة حبو التوريزم حبو الاستثمارات حبو نسافروا كيف ما نحبوه حبوش يعملون بميزة عنصرية دونك يلزم الطبقة السياسية المستجدة تفهم أنو في السياسة التسرى قتل ما ناخذوش أشياء سيفة متسرعة ناخذو وقتنا للتفكير ونعطي وقت للرأي العام باش ينضج ونخليو أكثر من رأي يتواجه حول موضوع حول قضية من القضايا نسافروا بميزة عنصرية دونك شكرا للمشاهد لك أنت في نسيحاليك 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 وبعيدا عن السياسة يقول لك حتى ما تخوش موقف وانت في حالة غضب أو ما تخوش موقف وانت في لحظة سعادة وفرحة يعني حتى في الزوزلة يعني ما تخوش الحالة النفسية متعك تخليك تقرر في لحظة ياما في لحظة حزن شديد ولا مبهور متحمس عاجة فرحان بيها بتقول لك هاو نمشي في الطيار هذي ولا غيره وبعد تكتشف أنه القرار متعك كان غالط ولحظة السعادة ذيكا كانت وهم ذيكا في لحظة السعادة تنجم تاخذ مواقف وثاة تقول مثلا شهريتي جاية نعطيها المنظر مثلا وبعد تندم تقول لنا نسي لشهي جي شهري وانا تم عطيه المهمة جي واضح واضح الانفعال الانفعال ديما مناقض للعقل الانفعال مناقض للعقل أنه الانفعال مش مربوط بفرملة الانفعال حر لا محدود بالتالي يقود إلى مواقف غير محسوبة بانو يقول التفكير هو الحساب إذا فهمنا نفهم الكلام يكنت نحكي فيه أنه لما ناخذ موقف غير حسابات إذا ناخذ موقف غير حسابات وقتها كما قلت وفاة نندمو ما في حالة سعادة ما في حالة غضب بضبط يلا دعونا نخرج مع الموسيقى ترجمة نانسي قنقر